مشاهدين القرآن أهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع اللوم مصري اللوم مصري النهار دا للأسف الشديد هنتكلم في حاجات يمكن هتوجعنا شوية وخاصة في أرياف مصرنا المحروفة قرية العززية قرية العززية قرية عزيز مصر فيها مخازن غلال سيدنا يوسف فيها منطقة زليخة اللي يمكن شاهد على أعظم كشة عشق في التاريخ بلد طلعت منها علماء وطلعت منها نمازج كويسة وطنية وانطلقت منها شرارة صورة 19 القرية الغاية مبارح بس كانت قرية خالية من الأمراض بتحارب حربة الفيروس ويمكن حسدناها ما كانش في حالات خالص مصابة بفيروس سي اتفاجئنا ببركان انفجر وانفتح حالات كتير مصابة وحالات كتير بتتخذ منها عينات وحالات بتروح الحجر الصحي وصحينا على كرسة اسمها الانفلات والضياع والإهمال والاستهتار في قرية العززية ندور على السبب في قرية العززية وإيه اللي خلنا وصلنا للمرحلة دية حتة الفهلوة الأهالي خدوا الموضوع بعنجهية بفهلوة بعنتارية قالت ده احنا لا احنا راجل فلاحيين ويشغلين في الخرصانة ويشغلين في الأرض وما بيجناش الفيروس ما بيجناش الكورونا شوفنا السوق مليان الناس بتروح تعمل صلاة جماعة بهم بيصلوا الجمعة يعني الموضوع عشوء عادي خالص الوحدة المحلية والمجلس كل يوم يفض السوق نتفاجي بإن السوق موجود تاني الستات زحمة والتواصل موجود وبالعكس احنا يمكن الانفتاح بها أكتر من الأول قرص بقول الجماعة بتوع قرية العززية يا أهل القرية يا محترمين حافظوا على نفسيكم لأن احنا النهاردة هنشوف يمكن هنشوف حاجات وهنشوف يمكن مداخلة من داخل الحجر الصحي لواحد من أهالي قرية العززية اللي هو أسرته موجودين لهم يومين موجودين في الحجر الصحي عشان خاطر حتة ان احنا بدنا تواصل مع بعض ونسينا الكصة ونسينا الكمامة ونسينا ان احنا نغسل ايدينا ونسينا ان احنا نعمل اي حاجة كويسة اه انا رسالة بوصلها لكل أهالي قرية العززية اللي احنا يمكن شوفنا فيها نمازج كويسة شوفنا المهندس جمعة طغان ورئيس الحكومة بكرمه من فترة قريبة اه شوفنا فيها محمد برشدان شوفنا الدكتور سامير عقبي شوفنا فيها نمازج كويسة جدا شوفنا فيها العمضة عبدالله توركي اه شوفنا فيها من كل عائلات نمازج محترمة شوفنا الابطال حرب اكتوبر كان فيه من العجزية او القرية العززية اكتر من 30 واحد من ابطال حرب اكتوبر يمكن كان المفروض معانا النهاردة الحج فايق زرعة اه ربنا يشفيه وعفية هو جات له ازمة كده صحية ويمكن يعتذر في اخر لحظة اه ربنا يشفيه وعفية اه النهاردة اه معانا حد محترم جدا واحد من عمال مصر اللي احنا نبهنا وقلنا ان احنا هيبقى اليام اللي جاي عندنا برنامج خاص بعمال مصر عمال مصر يعني شركات السكر شركات قطاع الاعمال العام شركات قطاع الاعمال العام شفناها في اصعب الظروف هي اللي بتساند الدولة وهي اللي بتقف جنب الدولة شفنا فيه رجالة محترمة فيه قيادات موجودة بتحافظ على المال العام وحافظت على شركات السكر في اصعب الظروف شفنا صورات وشوفنا انفلات لكن شوفنا عمال شركة السكر المخلصين حافظوا على شركتهم ووقفوا جنبيها وبالعكس المكان الوحيد اللي ما بيش حد يقدر انه هو يلمسه او ييجا جنب صوره او جنب ما كان من ما كان الشركة ما توقفتش عن الانتاج شركات السكر انا بحيي الاستاذ احمد اندوعد ومجلس ادارة شركة السكر اهلا بيك استاذ محمود وكل سلام تطيب وكل معدل بجنامج وكل شعب مصر وخير والسلامة وبندعو ربنا سبحانه وتعالى بفضل هذه الايام انه يزيل عن لنا وعن بلدنا هذا البلاء وهذا الوباء احنا خلينا نبدأ سريعا ندخل في اجواء الحلقة الناس كلها عندها فكرة ان شركة السكر دي ما هي الا عبارة عن كيس سكر في الازمات نسمع عن شركة السكر لكن معرفوش ان شركة السكر حاجة تانية خالص شركة السكر كيان اقتصادي يمكن اعظم الكيانات الموجودة في افريقيا بل في العالم كله خلينا نعرف نفذة مختصرة عند شركة السكر تمام يا بسم حمود كويس اول ان حضرتك اصارت هذا الموضوع لان فعلا الناس كتير او عارفة او متهيئة ان شركة السكر ده مصنع بيعمل سكر شركة السكر وصناعات كاملون مصرية من اكبر الشركات الصناعية على مستوى مصر كلها شركاتنا ممتد من الاسكندرية شمالا الى اسوان جنوبة في كل محافظات البلد بتلاقي مصنع لانتاج وتكير السكر عندنا حضرتك انتاجنا مش سكر بس عندنا سكر بتاعنا الحمد لله انتاجنا بيكفي البلد كلها طول السنة من انتاج السكر بنوفي بيحتاجات السكر التوميني عندنا الحمد لله زي ما قال سيادة الوزير عندنا فاقد استراتيجي قد اكتر من ساعتشر الفضل كان لله والشركة السكر في هذا الاختياط احنا يمكن لأول مرة ما نشوفش في طوابير على كيس السكر الساد الوزير بيشيد بشركة السكر وقال ان احنا فعلا عندنا احتياجات استراتيجي يكفينا تسع شهور بعد الانتاج الجديد اللي شغالين فيه بالضبط بالاضافة الى انتاجنا من السكر احنا عندنا حضرتك انتاج المطهرات ومنها الكحول الاسيدي ياريت الفريق الاعدادي يورينا الصور والحاجات تحت مصالح شركة السكر ومنها الكحول الاسيلي 25% وال70% بننتج كمان الكحول الاحمر اللي هو بيستعمل في صناعة الموبيلية عندنا حضرتك الخل الطبيعي بيستخدم في العملات الغذائية عندنا حمض الخليك عندنا ساني اكسيد الكربون عندنا خميرة الخبز الجافة والتازجة عندنا المسيبات عندنا المواد اللاسقة عندنا مصنع فينوس الحلوة التحنية والطحينة والبسكوت والجيش يمكن بياخد كل كمياته عندنا العصائر عندنا الشرباط عندنا قسطول نهر كبير بيساعد في نقل البضاعة او نقل المواد الخام من و الى الشركة المنفروحة في المنطقة قبلي الى الحامدية عندنا مصنع الموادات المصنع الموادات بتنتج قطع الغيار لينا والغير وعايز اقولك اللي احنا يمكن شكل السكر قامد بانشاء مصنعين في ايران زي ما يقولوا كده عن مفتاح عملته مشكلة السكر عندنا قطع المشروعات اللي بيساهم بمشروعات املاقة عندنا بننتج الخشب الحبيبي عندنا مصنع الخشب الحبيبي في مصنع كومومبو بنتج خشب حبيبي عندنا مصنع علافة ارمانت عندنا حضرتك بنعمل ورق الصحف والطباعة عندنا ملك الصب كبير بيساعد او بيخدم العاملين وبيخدم اهالي المنطقة المحيطة دي نبذة بسيطة عن بعض من شكل السكر يعني احنا بنقول ان شركة السكر مش مصنع سكر بس لا ده فيه مصنع تانية لانتاج حاجات تانية كتير صناعات تكاملية اللي استاذ احمد تفضل مشكورا وتكلم عن صراعة العطور وعندنا المواد الغذائية الموجودة في مصنع فينوز تكلم عن المزيبات تكلم عن المطاهرات اللي يمكن شوفنا في ازمة كورونا اتفاجئنا باسمه الشبرويشي والتلات خمسات اللي الناس كانت بدأت تنساها نتكلم عن تدول الاجتماعي لشركة السكر شركة السكر حضرتك بيساعد في النواحي الاجتماعية من حيث انشاء النوادي تعرف حضرتك في كل مدينة سكنية عندنا في مصنع قبلي في نادي النادي ده بيخدم أبناء العاملين وبيخدم المناطق المحيطة كمان الشركة بتساهم وساهمت في انشاء مشروع الغذي الطبيعي شركة السكر كمان ساهمت في انشاء خط المياة الصلاحة للشرب في الحامدية شركة السكر يمكن عندنا مصنع أرمان خلال فترة الأزمة كورونا عامل يمكن خط انتاج للكمامات ودي حاجة كويسة شركة السكر بتساهم كمان في موضوع أزمة كورونا قام برضو مصنع أرمان بتعقيم مستشفى أرمان العام فالشركة اللي هي دور فعال في حتة النحية الاجتماعية للبلد والعاملين فيها طب احنا خلينا ناخد حتة الكورونا وشركة السكر والأجازات احنا يمكن شوفنا القطاع الخاص القطاع الخاص بيرمي ولاده في الشارع القطاع الخاص حرم الموظفين انهم ياخدوا أجازات واللي حاب ياخد أجازة ما الشامة دلوش مرتبة في نفس الوقت احنا شايفين شركات قطاع الأعمال العام اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بيها والدولة اهتمت بيها شوفنا شركات السكر في فترة كورونا شوفنا في عمال بتاخد أجازات في عمال بتاخد مرتباتها كاملة في كذا نتكلم عن القصة دي الحمد لله يا سيد المحمود مفيش عامل الضر كل مفيش عامل اخد مرتبة ونقص جنيه برضو بنحافظ على الاجراءات الاحترازية اللي الدولة قالت عليها ونحن ننفسها بحذاترها الحمد لله رب العالمين في ظل الظروف دي الانتاج بتاعنا ما قالش بل بالعكس الانتاج بتاعنا زال عني سان الفاتت مع اجراءات الموقع اللي احنا بنعملها الحمد لله ما فيش عامل يا سيد المحمود ما فيش عامل تغيب من شركة سكر مفيش عامل خاف على نفسه ان يجل الوباء او ينقل الوباء ده لبيته او لأهله العاملين شغالين بعد مدار الـ 24 ساعة الناس يعني مش عايز بالحضر ما خلوش عن جهدهم اي جهد بجد عمال شركة السكر لسحق ان نطلق عليهم فعلا الجيش الازرق الناس بصراحة سمحمود عندهم ولاء واخلاص شركتهم والبلدهم احنا بصراحة مش فينوش قبل كده فمن خلال برنامج المحترم ده انا بوجه كل التحية لعمال شركة السكر يعني احنا لو حبينا نوجه رسالة لعمال شركة السكر من خلال البرنامج ومن خلال وجود حضرتك معنا لعمال شركة السكر نقول لهم بتقول لهم كل التحية لكم بصراحة انتم كنتوا ابطال وزي ما بتقول فيه جنود على الجابة الخراجية فيه جنود على الجابة الداخلية فيه ابطال شركة السكر اللي هم وقفوا مع بلدهم وفي العز الازمة دي الحمد لله انتاجنا من السكر مقالش بلزاد انتاجنا من المطهرات الكحول الاسيلي او الكحول الانائي غطى كل البلد مفيش يسس محمود هيئة جات لنا لا جيش ولا شرطة ولا بسيشفيات ولا صيدليات ولا أطباء ولا أهالي إلا وخد كميته من القحول الناي فالحمد لله رب العلم إحنا هما مقصرومون مع أي حد مقصرومون في أي مجال بنواجههم كل من خلال البرنامج بنواجهين كل التحاية والاحترام ونقولون لهم احنا اي كلام هنقول عن عمال 최ك سكر إحنا مش نوفهم حقهم بصراحة فarnosون منا كل التحاية والاحترام بمجرد أن احنا أشارنا معنا عدوا مجلس إدارة شركات السكر كان معنا أسئلة كتيرة وحاجات كتيرة جات لنا على صفحة البرنامج وبصراحة كلهم بيقدموا الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة الموجودين في الشركة وعاوزين نقول حاجة يا أستاذ أحمد بالنسبة أنا شاف أن فيه خط أوتوبيسات بين الطلبة وبيساعد الأهالي ده بيشتركوا إزاي؟ الحمد للسيد رئيس محمود هو الخط ده لأبناء العاملين والأهالي المنطقة يعني أشتراك رمزي يعني ممكن أنت من جوه البلد ومشغال في الشركة وبتعمل أشتراك لابنك عادي أو لبنتك بيوديك الأطوبيس لحد الجامعة لحد المعهد بتاعك فده بيقلل من الزحام وبيقلل وبيعمل على راحة أبنائنا الطلبة خلال العام الدراسي يعني نقوله أن احنا بنوفر له مسيرة مواصلات وباشتراك رمزي اشتراك رمزي ومكاصر كمان وبالتأسيد كمان فده برضو متضمن الحاجات زي ما نشيك سكر لولادها والأهالي المناطق المحيطة بها احنا بنتكلم على قرية العزيزية وبنتكلم على الحالات اللي هي تم إدعها في الحجر الصحي اللي اكتشاف فيروس كورونا معانا الأستاذ إبراهيم الفار واحد من شباب العزيزية قرية العزيزية الموجودين في الحجر الصحي أهلا وسهلا بيك أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك أستاذ محمود وأهلا بطفق كريم أستاذ محمد أهلا وسهلا ببرك الحمد لله بخير والله نعوزين نعرف بعد إذنك إزاي جات الإصابة وأنت رجل يعني رجل بشتغل في شركة أدوية والله إلو صبعا أني كان فيه أخو مراتي كان مخالط في حالة إيجابية فأنا كنت بسعفه أن فيه يوم من الأيام وأنا ما كنتش أولا مخالط لي أنا خالطت به من أول بدأت لسعقاتي الأولية لي أنه كان محتاج أنبوت أكسجين تودهت على الفور أنا كنت في البيت على الدكتور إبراهيم آسم أخذت منه استوانت الأكسجين ورحت عنده وكنت برضه يعني لابس الكمامة ولابس الجوانتي وواخد احتياطات الاحتلاثية بكافة سبلات يعني أنت تنقلك الفيروس وأنت واخد الاحتياطات بتاعتك تمام طيب إحنا نقول إيه للناس اللي قاعدة في الأسواء ومليون الشوارع في كرة العزية وأنت واحد منه مشايفهم لا أنا بالنسبة للناس اللي قاعدة في الشوارع بتتنقل أو بتتزاحم أو بتعمل أي زحام ما ينفعش اللي إحنا ما ينفعش اللي بتعمل ده لازم كله ياخد إجراءاته الاحتراضية لازم كل يتباعل حتى المسافة متر ونص لازم إذا كان فيه أي حد ينزل يبقى ولي أمر البيت هو اللي ينزل وينزل فيه أوقات معينة والسوق ده لازم يتفض بصورة بأي صورة من السور ممكن يتوزع أو يتجزع على مسافة الشارع كله ماشي ويكون مثلا فيه فترة هي فترة السوق يعني أنا شايف أني فريق إدارة الأزمات بقرية العزيزية اللي احنا بنوجه لهم كل التحية والشكر موجودين في الصورة معنا وهم كانوا بيطهروا منزل حضرتك والمنازل الموجودة بتاع المنطقة عاوزك تواجه رسالة قوية للشباب الشباب اللي هو فعلا بيقدم خدمات في البلد تقوله إيه تقوله خذ بالك من نفسك إزاي يعني الشباب دي يتكثفوا مع بعض يخذوا يعني يحتاطوا يخذوا بالحطة والحصر من كل أنهم يلبسوا جوانتيات أو يرشوا أو يعقموا أو يلبسوا كمامات ماشي كل الحاجات الاحتراضية اللي بيقوم بيها الدكتور المعارج للمريض كلمة بتقولها للحكومة المصرية واهتمامها بإخوتنا وبأهلينا اللي أصبوهم الفيروس أنت بتشوف فيه اهتمام ليك في الداخل الحجر ولا أنت شاف الكصة زي أنا مستشفى أهل مصر بتجمع الخامس مستشفى على مستوى راكي جدا فريق الطبي ومن وليه ما شاء الله بيعملوا مجهود غير عاد يعني ربنا يبريك لهم جيشنا الأبيض شكرا جزيلا لكل الشكر والتقدير في القيام بالمهمة بتاعته أنا أشكرك يا أستاذ إبراهيم وإن شاء الله ترجع بعد فترة بسيطة وترجع سالم بإذن الله أنت وأصرتك وألف شكر لك يا أستاذ إبراهيم زي ما تكلمنا وبنتكلم وبنأكد أن الدولة المصرية لم تدعى جهدا إلا وتنفذ في أن هي تجنبنا اللي بيحصل ده إحنا اللي بنوصل نفسينا للي بيحصل للكارسة اللي بتحصل الناس في البيت ثابت الكصة خالص في الشارع ثابت الكصة الأرقام أفزت بطريقة غريبة جدا ألاف بدأت تتصاعد ومش عارف الحكومة راهنت على وعد الشعب والشعب بيودي نفسه الستين ده الناس اللي قاعدة يا جماعة على المواكب وعلى القنوات إحنا محتاجين توعية محتاجين إحنا نساند بعض وناخد بيهت بعض الموضوع مش محتاج سرعة الفيس أو أن كل المتين هنتكلمهم على صفحة أو هنأخد لقطة في حتة ده الموضوع كبير والموضوع كبير جدا الفترة اللي جاية فترة صعبة الموضوع بيوسع وهيبقى صعب علينا نرجع للأستاذ أحمد ويكلمنا عن لو جيبنا صورة للسيد رئيس مجلس الإدارة فيه رسائل هنوجهها للسادة المسؤولين في شركات السكر وأكيد معانا رئيس مجلس إدارة شركة السكر الأستاذ المحاسب محمد عبد الرحيم حسين عاوزين نوجه له رسالة وانت شايف الموجود اللي هو بيقوم به بنقول لسيد محمد عبد الرحيم رئيس مبصدر وانتدب باسم العاملين بالشركة بنقول لك كل سنة وانت طيب وهو الحقيقة ابن من الأبلاء الشركة المخلصين وإحنا بنسمن وبنشكر سادتك على الجهود اللي بتعملها يمكن الناس كتير أو يسمحون مش عارفة أنه بيبذل جهود كتيرة في الحفاظ على شركة السكر بيبذل جهد كبير اللي يمدي للحفاظ على شركة السكر وعلى مقدرات السادة العاملين في الشرق فلاهوا منا كل التحية والاحترام بنشكروا على الشعرين اللي جابهم معلش بنقول للأخوان العمال هم جوا متأخرين شوية بس لظرفنا سامحونا وبنقول لرئيس الأستاذ محمد عبد الرحيم احنا متعودين منك على عدية كل سنة وكانت تسالفات جبت لنا عدية جنيه فمسانين من سادتك تكوني 2 جليل السنة دي يعني كل سنة وتطيب ومصر كلها بخير يعني أنا شايف في رسالة لأستاذ أحمد هندو بيقدمها للسيد رئيس مجلس الإدارة مستنى العدية عمال موصلين لرسالة تعريبا ومحملين رسالة مستنين العدية وكل سنة وشركة السكر وعمالها بخير لو جينا نوصل رسالة للسيد وزير التموين عن المساعدة يعني بحيّل سيد الوزير الراجل السياسي المخضرم أنا شايفين السيد الوزير والحقيقة السيد الرئيس عفتاح السيسي كان ليه نظرة سوكبة لما جاب سيادة الوزير وهو عضو مجلس النواب جاب وزير التموين فإحنا بنتكلم عن وزير التموين اللي المواطن فيه احتكاك يومي به شايفين الحمد لله كل السلعة الأسسية الغذائية متوفرة في السوق بفيش واحد راح ملقاش سلعة وملقاش الكمية اللي هو عايزه بصراحة والسيد أحمد من غير مواطعة الكلام حضوتك أنا عن نفسي اتفاجئت يعني أنا متوقعين أن الأزمة اللي احنا طويلنا فيه هدية كم شهر قاعدين توقعت يبقى فيه أزمة في الرز واضح أنه فيه غرفة عمليات في التموين واضح أنه مخطط لها صح واضح أن الإنتاج موجود يعني فيه مخزون نينة الراجل دي اسمح حمود عمل حاجتين خلى فيه طمأنين أو طمأن المواطنين أن السلعة بتاعتك موجودة في أي وقت فنبقى شوي تكالب على السلعة ما بنشوفش الخنقات ومشجرات اللي احنا بنشوفها في الدول الثانية من خلال القناة الفضائية الحاجة الثانية حافظ على أسعار السلعة انتعرف حضرتك أن الموضوع عرضه طالب لو السلعة قليلة في السوق والطلب عليها كتير هترتفع أسعاره فالراجل بصراحة عمل مجهود محترم جدا جدا فليه مننا كل التحية كمواطنين وليه كل التحية صفة خاصة من عمال شركة السكر للسلعة الكامولية أحدى شركات الشركة القبضة للسلعة الغزائية أنا كمان لحظت الفترة الفاتت في اجتماع الجامعية العمومية للشركة القبضة أن سيد الوزير أشاد بشركة السكر بمركزها المالي ويمكن قال أن شركة السكر هي يمكن الشركة القبضة للسلعة الغزائية كلها ممكن نختزلها في شركة السكر ديها حيث مهود وإحنا بنشكره برضه على كل مواقفه والمواقف الأخير بتاعه اللي هو مننا كعمال شركة السكر وكل التحية والتحية نتكلم عن اللواء أحمد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القبضة وتعاونه مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر المهندس محمد عبدالله الحقيقة سيد محمود ده راجل محترم جدا جدا السياجة اللواء أحمد حسنين هو الراجل اللي بيقوم بتنفيذ توجيهات الدولة وتوجيهات وزير التومين على الأرض على الواقع سيد اللواء أحمد حسنين دي شكرة خاصة برضو الحقيقة للأمانة من عمد شركة السكر الراجل اللي وقف معنا في كل الأزمات في كل المواقف لما بدنا جاء له أي عقبة بيسعيدنا فيها وطبعا بيصنى كلامه ويصنى مواقفه من خلال السيد رئيس الشركة فعلوه مننا كل التحية وكل التأدير وكل سنة وغطيه الشافي الأستاذ محمد عبدالحيم الزملاء جايبين صورة الأستاذ محمد عبدالحيم وبنقول أنه المركز الطبي يمكن إحدى إنجازات شركة السكر المركز الطبي صرح طبي عملاك موجود يمكن على أعلى مستوى من التصميم والتجهيزات بيخدم أهل المنطقة ويمكن بيخدم أهل المحافظة الكشف في المركز الطبي ده إزاي يا أستاذا؟ والله الكشف يا سمحمد فيه الأهالي وفيه أسر العاملين أخذ بالحضر الأسر العاملين بيبقى بنص التمن الأهالي بيبقى يعني الأسعار معقولة جدا جدا يعني الشارع اللي بيجي عندنا الحوامدية ويجي المركز الصبي بتفعل مثلا 100 جنيه لو رحتلوا عياته برا عياته كشفوا هناك حوالي 500 جنيه كشفوا برا فبيجي عندنا المركز الصبي بسعر زيد جدا 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 عندنا أحدث الأجهزة عندنا إشعاعات مقطعية عندنا صنار عندنا وحدة رعاية مركزة كاملة أجهزة التنفس الصناقي بيجينا أحسن أطباء على مستوى مصر بيجي عندنا المركز الصبي الشخصيات اللي تعالجت في المركز الطبي الشخصيات المعروفة مين يعني أنا كنت تفاكر جيه فضيلة الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه جي تعالجة عندنا في المركز الصبي الناس كتير جدا سمحمود مشير تنطاو تقريبا تقريبا ولعبتي نالي الأهلي كتير كتير بيجينا المركز الصبي لعنها الشرين كويسين جدا جدا بيجيوا على مستوى مصر بيجيوا عندنا المركز الصبي وإن كان بالنسبة لإهتمامات شركة السكر بالإخوة زي والإحتاجات الخاصة ما في الشك يا سمحمود إنه إحنا دول لهم برضو لهم مكانة خاصة عندنا واخد بالحضرات إحنا برضو بندعمهم في كل المجالات يعني في الأزمة بتأخيرنا دي إحنا الناس دول مقعدون في البيت وبيأخذوا أجرهم كاملة ليه تخفيد في كل حاجة في الشركة ليه أولوية في كل حاجة فالشركة برضو مش بتسيب أولادها من الحالات الخاصة يعني أنا بصراحة الممكن للوقت عدى سريعا مع الأستاذ أحمد هنداوي وأنا بحييك أستاذ أحمد وبحيي إدارة شركة السكر في شخص الأستاذ أحمد هنداوي ابن شركة السكر الرجل المحترم ويمكن أكتر من رسالة طمعانة اللي عمال شركة السكر من خلال الأستاذ أحمد عاوز تقول حاجة؟ عايزة أقول حاجة طبعا نحن موجينا شكر لكل العاملين في شركة السكر خاصة أن أخواننا في مصانع منطقة القابلة اللي هما بيقوموا بإنتاج السكر كلهم خلصوا كانوا يشتغلوا فترة كبيرة في وقت العصير في رمضان وفي الحر وفي أزم الكورونا كلهم خلصوا لسه عندنا مصنع تأثيره مرقاص ده بعد مخلص إنتاج السكر من الأصب بدأ إنتاج السكر من البانجر شغالت الوقتي في ظل هذا الوباء في ظل الصيام وفي ظل هذه الحرارة شغالين الـ 24 ساعة فاليوم كل التحية وكل التقدير لعمال الشركة بصفة عامة وبرؤسة لشغال في هذه الظروب بصفة خاصة أنا بضم صوت لصوت الأستاذ أحمد وبيوجه كل التحية وكل الشكر لإدارة شركات السكر لعمال شركات السكر للجنود المجهولة وبيقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما فيه جنود على الجبهة فيه جنود في الإنتاج اسمهم عمال شركات السكر خالص تحياتي وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله محمود عود أشكرك أستاذ أحمد شكرا من بي شكرا من بي شكرا من بي